السيد الرئيسي السيد نائب المحترم بغيت باش نأكد بأن الوزارة كتعمل على توجيه الاستثمارات المزعم إنجازها في قطاع النقل واللوجيستيك حول المشاريع اللي كتهدف إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات ورقمنت أنشطة القطاع ويدخل تكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى تطوير تنافسية القطاع وتأهيل العاملين به ونجاعت الاستثمار سيد نائب المحترم وتقوية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وكذا تعزيز الشراكات مع المجال استرابية كما سبق لنا نتكلمنا في سؤال أحد زملاء ديالكم على الشراكة فيما يخص طائرات وتدعم الاستثمار الخاص في قطاع النقل واللوجيستيك جعل بالنقط اللي وضعنها كأسبقية هي جعل الاستثمارات العمومية في القطاع حافزا لتوطيل أنشطة صناعية متعلقة بالنقل واللوجيستيك ببلادنا كالصناعة السيكاكية والصناعة الطائرات كما كتعرفوا بأنه صناعة الطائرات تشهد واحدة طفرة اللي تعتبر المغرب أول بلد الحمد لله في القارة الإفريقية ليوصل هذا المستوى وكذلك صناعة السيكاكية اللي في إطار المشروع اللي غادي للصادق ديال 87 مليار ديالدرام للمكتب الوطني السيكاك الحديدية في إطار الصفقة اللي غادي تتعلن ديال القطارات ما بالمودن أو القطارات مكوكيسة يعني لتينغ ولا لإغوغ اللي غادي تكون غادي تستغل فيها السيكاك الحديدية لكينا الآن لأنه غادي تدار طرق أو سيكاك جديدة للقطار فايق سرعة شكرا الخطوط القادمة